اشتركوا في القناة هل النخب هي الفاعل أساسي في المجتمع وفاعل تاريخي الموقعات هل النخب أم جماعية إلى غيرتك ونحن في النقاش سواء في الفكر المحاصر أو في تاريخنا العربي الإسلامي وفي تاريخ العربي الإسلامي الذي يتم فيه التميز دوما بين الخاصة والعربي إذن دائما هناك نوع من التساول حول مدى مشروعية استعمال مفهوم النخب ولكن تدريجياً أصبح هذا المفهوم متداولاً ومقبولاً بالتوسع درجة كبيرة في القصر كان الحديث غالباً يتمركز حول النخبة السياسية والنخبة التقافية ولكن اليوم مشاهد بأنه هناك توسيع لمفهوم أو توسع مستمر لمفهوم النخبة حيث يطال المجتمع كله حيث يتم الحديث عن نخبة أسكرية، نخبة إدارية، نخبة إدارية، نخبة إدارية، نخبة إدارية، نخبة رياضية إلى غير إدارية ولكن تدريد أن هذا التوسع وتوسع نفوه النخبة طاله أيضاً شميله الحديث أيضاً أو جواز الحديث عن نخبة بفرعية داخل كل النخبة وفي تقديري أن الخلفية الأساسية الضمنية لإنفهوم النخبة بالإضافة إلى السرعات المعروفة تاريخياً بين مدرسة النخبة أو نظريات النخبة والماركسية وغير ذلك الخلفية الفكرية التي نخبة في تقديري تظل دوماً هي تصور ضمني للمجتمع على شكل حلبة صراع أو حلبة تنافس حاد بين الأفراد وربما بين المجموعات هذه التنافسات أو هذه الأشكال من التنافس والتباري نلخصها علماء الاجتماع عادة في التنافس حول الخيرات المادية حول الخيرات الرمزية حول الصلاة أو نفوذة ريال يعني تقسيمات الكبر وهذه التنافسات التي تخترق المجتمع أفقياً وعمودياً ترتبط بنوع من عدم توازن بين العرض والطلبة بين عروض حول الثروات وحول الصلاة وحول الحضوة ومدى الطلبة الشمائية حولها البعض يتحدث عن تفهم ندرة أن هناك ندرة أنا أفضل أن تستعمل كلمة محدودية لا محدودية ربما يكون حضاق في التعبير عن ما يسميه البعض بالندرة هذا الصراع أو هذا التنافس حول الثروات المادية والثروات الرمزية والثروات السلطوية إلى جزاء النقل هي عملية اجتماعية تلقائية دخلها في واحد نوع من الآلية الميكانيكية تلقائية للمجتمع ولكن أحياناً تتخذ طابعاً إرادياً بمعنى أن هناك إرادات معينة سواء من طرف هذه النخبة أو تلك أو أحياناً من طرف الشمائية معينة لحراسة الخيرات التي يتم التنافس حولها أذكر هذه النقطة لأنه منذ أيام أصدار مجلس المنافسة تقريره السينوي الذي تحدث عن وسائل الإعلام حول المهن الحرة وخلاصة ربما هذا التقرير فيما يخص بعض المهن وخاصة المهن الحرة المحامات والتوتيق والطب والصيدلاء والهندسة إلى غير ذلك خلاصة التقريره هو أن هذه المجالات أو دائرة المنافسة أو حدة المنافسة في هذه المهن الضعيفة ومحدودة لأن هناك نوعاً من التحكم والضبط في الصبيب الداخلي بمعنى في فتح المجالات في هذه المجالات نعرف حيئة الأطباء حيئة المعامل حيئة المعامل على أن لا يتم تعويم الدخول إلى هذه المهنة شروط قاسية ومدة زرمية إلى غير ذلك فهنا أطبعاً تحكم الصبيب الداخلي هو محاولة التحكم في منسوب ربما في منسوب الفوائد الداخلية أو المكاسب الداخلية أو تروات الداخلية للحقل أو المجال إذن على مثال على دور تحكم الإرادي في مسألة النخاب والتنافس بعض الفئات الاجتماعية طبعاً بالإضافة التطورات التي أشرت إليها يجب أن يشير إلى تطور أساسي وقع فيما يخص تصور النخاب ومعيزوا فيه بالتصورات الكلاسيكية للنخبة وهي تصورات تركيز على فعالية النخبة على تمييزها على ربما على مظاهر النبو والمواهب والكفاءات الفردية والكاريزمية وهذه أشياء سنعود إلى النظر في مدى صدقيتها نظريات 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 الكلاسيكية حول النخبة يعني توازي إلى حد ما الصورة التي تقدمها النخب عن نفسها أو التي تريد أن تقدمها النخب عن نفسها وهي صورة مليئة بالتمجيد الذاتي كل نخبة لديها واحد الميل الطبيعي إلى ما يمكن أن نسميه لوتو غلوريفكاسيون تمجيد الذاتي الزائد كما أنها تميل إلى أن تصور نخبتين طهرانية طهرانية محملة محملة برسالة ريح رسالة بالمعنى الذي يتحدد عنه قبر بروف ذاتي برسالة 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 نبوية ف برسالة بالمعنى النبوي هي تعبير عن التمجيد الذاتي المطلق والغيرية المطلقة والتفاني في خدمة الآخرين من الشماء ومسائرة التاريخ وغير ذلك مما يمكن أن نسميه طبعا خطاب التمجيد الذاتي الذي يتخذ أحيانا طبعا أسطوريا بالطهرانية بالرسولية والرسالة كما أشرنا الإصلاح التحديد التعيير النخب الدينية تتحدث عن حماية البيضة عن حماية الدين من كل ما هو داخل وكل ما هو تحريف إلى غير ذلك وهنا في قضية الرسالة الرسولية تقف عند ملاحظات طريفة أشار إليها أحد البحثين السيميولوجيين حيث تحدث عن ما اسمه ملائكة بلا غسائل هؤلاء الملائكة الجدود الوعاث الوعاث تليفزيونيون متننكا أو ربما النخبة الدينية تليفزيونية نخبة الدينية تليفزيونية كشكل جديد كشكل إلكتروني جديد من أشكال الوعاث من أشكال إرشاد الديني ملائكة بلا رسائل أو أنبياء بلا نبوع لأن النبوة الحقيقية هي ترويج الأشخاص تلميع تكريس الأشخاص في الدائرة في دائرة الضوء الإعلاني هذا بنسبة لي التصور التقليدي ما يتعلق بالتصور التقليدي أو الفلاسيكي الذي يساير إلى حد دم الصور الذاتية التي تريد أن تخبره عن نفسها تصور جديد جديد ماشي نسبيا بمعنى أنه يختلف عن تصور السابق وهو ناتج عن تطور الذي حدث في علوم الاجتماع عامة بصفة عامة في كل أصناف الاجتماع وفي السيميولوجيا وفي الإسلاميات ودرس الخدمة وبالخصوص المستلهم لما نسبة نحن اختلف بفلسفات والذاتية الز الإعجام y h Vorte وفي الصور الذي يز роح مخصوص يُط Engineer ي strategies الإعجام والذاتيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةية الفيلوزافي دي سوبصوليكة كل شيء طبعا السلوكات والدعاءات والخطابات وكل الأشياء تعرضوها تحت مبداع تخضعوها لمبداعنا وطبعا ما يسمى بفلسفات الارتياب وفكر الارتياب عامة هو استنهام لثلاث روافد فلسفية كبيرة أول وقت تحليل موسي وهو قويف للبيض وربما أهمية تحليل موسي ربما الآن هناك جدال حول مدى الصلاحيات لذات الفلسفة العموم فنيتش بنزعته التي هي دوائل البحث عن ما وراء الخطاب وعما وراء السلوك طبعا في تاريخ الفلسفة هناك نقاش كبير وهو فرويد استلهم نيتش هناك كتابات كثيرة فيها الباب وهو العديد من مؤرخي الفكر يعتبرون فرويد قرأ نيتش سراً أو سرياً وبعالش بضاعة سرية عن قرأ الفلسفة هناك كتاب رائع للفرنسي لوران سون فرويد عنده فرويد نيتش فرويد إلى فلوزوفي في قول أنه فرويد كان مولعاً بالفلسفة ولكن كان قرأ ذاك شيء ملتعد ملتعد فعلى كل حال إذن أساساً نيتش بنزعته بمطرقته الفلسفية التي تهشم كل أوثان كل الأصناع من الفكرية والاجتماعية والإنسانية عامة وإلى حد ما يدرج أيضاً تدرج الماركسية نفسها فهذا التجاه باعتبار أن الماركسية كانت تدرجين كانت تدرج العقادية والدبمائية ولكن أيضاً هناك واحد المضامين ربما في الماركسية ساهمت في هذه النزعة الشيكية مثلاً فهوم الإيديولوجيا فهوم الإيديولوجيا كوعي خاطئ فورس كونسيونس أنه هناك الوعي الإيديولوجيا وعي يخفي مصالح ويضمير مصالح ويضمير تحاولات إلى قبل ذلك فهذه الاتجاهات استلهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر العلوم الاجتماعية وبدأت تحدث الحديث ونعمل الحديث عن نخب لا فقط كحملت رسالة وأنبياء جدود بنا خوسين كنا نذهب على المنطقة اليوم في المقريب كان بي منتظر لماذا؟ لماذا؟ خلف ذلك الشيء هذا التصرور النبوي أو التنبوي للمتقى إذن ما أسميته بالتقدم في مجال العلوم الاجتماعية واستلهامها لبعض النزاعات الشقية في الفلسفة بدأ الحديث عن نخب ماشي بالضبط كحملت رسالة وكمالعكاب ككائنات اجتماعية تهيئة عند رغبات تهيئة عند حاجات وعند طموحات وعند تطلعات عند تمويهات وتضليلات وآليات كده وخطاب ماكل تحيئة تعالى تحيئة 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 ترجمة نانسي قنقر